محافظ حضر موت يعزي المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل في وفاة شقيقه اللجنة الامنية بحضر موت تقف امام الاوضاع العامة وتتخذ اجراءات لتعزيز الامن والاستقرار مكتب الصحة بالمهر يتسلم مساعدات طبية من الهيئة العمانية اهلا بكم مشاهدين رفع محافظ حضر موت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اصدق التعازي للمدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضر موت فهمي بن شبرق وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى شقيقه فؤهد الذي وفته المنية هذا اليوم وقدم المحافظ التعازي لأسرة وذوي الفقيد سائلنا المولى تعالى ان يشمله بواسع الرحمة وعظم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون عقدت اللجنة الامنية بحضر موت اجتماعا لها اليوم برئاسة الامن العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمق وذلك للوقوف امام التقارير الامنية المقدمة من الاجهزة الامنية والعسكرية متخيذة قرارات تسهدف تعزيز الامن والاستقرار والسكينة العامة اللجنة شددت على ضرورة التعامل بحزم مع اي ظواهر او تجاوزات تخل بالامن والنظام العامة كما اهابت اللجنة باصحاب الفضيلة العلماء وايمة المساجد والشخصيات الاجتماعية والاعيان بالاطلاع بدورهم بالتوعية بخطورة الفتنة مشددة على عدم السماح باي تجاوزات او ظواهر مخلة بالامن هذا ودعت اللجنة المجتمع الى مساندة قوات النخبة الحضرمية ورفع الوعي باهمية الحفاظ على الامن باعتباره مسئولية جماعية تسلم مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة المهرة المساعدات الطبية العمانية المقدمة لمستشفيه الغيظة وحوف من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية واكد الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر اهمية هذه المساعدات الطبية في تغطية بعض الاحتياجات الصحية التي تحتاجها المستشفيات المستهدفة مثمنا جهود الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ودعمها المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة الذي يعد امتدادا لعطاءات سلطنة عمان في مختلف المجالات افتتح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق اليوم مستشفى بضه بمديرية دوعا بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية وخلال الافتتاح طاف وكيل المحافظة باقسام المستشفى مستمعا الى شرح من مديرها الدكتور عبدالله بوزير حول الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطنين في التخصصات المختلفة وفق احدث نظم الصحية المعتمدة وبكادر طبي مؤهل اختتمت بالمكلة ورشة حوارية لمناقشة التحديات المناخية والبيئية التي تستهدف تدخيم الاصوات اليمنية وادراجها في المناقشات السياسية ومناقشات السلام عبر المسارات البيئية للمصالحات في المعهد الاوروبي للسلام وذلك بحضور عدد من مواثلي المكاتب الحكومية بساحل حضرموت التفاصيل في سياق التقرير الآت نتابع ورشة حوارية مجتمعية خاصة بمناقشة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على حياة وأمن السكان نظمها المعهد الاوروبي للسلام ضمن مشروع المسارات البيئية للمصالحة ومنع النزاعات المحلية الذي ينفذ في تسع محافظات يمنية كل يرى ما تعانيه اليمن من وضعها تحت البند السابع وحالة الحرب مما أثر بشكل كبير على زيادة مثل هذه المشاكل نتكلم على مثلا عدم وجود شبكات صرف صحي كذلك مخلفات الشركات النفطية أمور كثيرة تؤثر على الجانب البيئي هدر الموارد المائية بشكل كبير لذلك نرى إن شاء الله تكون مخرجات هذه الورشة جيدة ونستفيد منها بشكل عام وتنقل صورة للمنظمات الدولية عن الاحتياجات الفعلية لمحافظة حضرموت في هذا الجانب تستهدف الورشة إن شاء منصات حوارية تجمع بين ممثلي القطاعات ذات الصلة في السلطة المحلية وقيادات المجتمع المؤثرته ومنظمات المجتمع المدني بهدف إشراكهم في بناء فهم مشترك للعلاقة بين المخاطر الأمنية والبيئية والمناخية والصراع وتسعى هذه الجهود إلى تحديد حلول فعالة لهذه التحديات من أجل تحقيق السلام ومنع لزاعات القائمة أو المحتملة وتعزيز دور الوساطات في حلها نطمح إلى تكرار أو مثل هذه ورشة العمل إقامتها من فترة إلى أخرى لتوسعة الوعي ونشر الثقافة وإنشاء كيانات تعنى بالمصالحة في المعالم الجغرافية أو قسمة الأرض التي تنشأ عن التغيرات المناخية محاور الطرحات هي أساسا قضايا بيئية نحن نناقشها عندنا بالمكتب وهي لها أهمية كبيرة جدا فطرحة أليتها وأسبابها وكيفية الحل وكيفية عمل منظومة متكاملة لكل جهات ذات العلاقة لحل هذه المشكلات البيئية تصهم مثلها كذا ورشت في بناء فهم مشترك حول كيفية مواجهة التحديات في الشأن ذاته كما تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتوحيد الجهود لإيجاد حلول مستدامة تصهم في تحقيق السلام والاستقرار وتقليل النزاعات وتعزيز الوساطة والتفاهم بين الأطراف المختلفة بما ينعكس إيجابا على حياة السكان وأمنهم رائد خالد لتلفزيوني حضر موت المكلة تستكمل يوم غد الجمعة وبعد غد السبت مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس حضر موت لكرة القدم في نسختها الثامنة حيث تلعب يوم الجمعة مواجهتان الأولى يصطيف فيها هلال فوة ضيفه اتفاق الحوطة حامل اللقب على ملعب برادن بالمكلة وعلى الملعب الأولمبي ستجرى المواجهة الثانية التي سيحل فيها تضامن حضر موت ضيفا على قادسية سه هذا وتستكمل مباريات ذهاب ثمن النهائي يوم السبت بلقاء شعب حضر موت واتحاد سيئون على ملعب برادن فيما يصطيف نادي سيئون في الملعب الأولمبي نظيره سمعون إلى حالة التقص حيث تشهد مدن ساحل محافظة حضر موت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة رطبة نهارا إلى دافئة رطبة الليلا وفي أرياب ساحل حضر موت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ومع تشكلات من الصحب الرعدية خلال فترات من الظهيرة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة الليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة شديدة الحرارة نهارا إلى دافئة الليلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة